بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد نأخذ في هذا المجلس وهو المجلس الخامس ما يتعلق بالماء النجس أولا ما تعرف الماء النجس الماء النجس هو ما تغير بنجاسه بحيث يكون هذا التغير على مستوى الطعم أو اللون أو الرح هذا باختصار طبعا واختلف العلماء في النجسة ما هي وستأتينا بحول الله عز وجل في ذكر الماء المختلط بالنجس بعد قليل ونحتاج هنا قبل أن نواصل أن نعرف ما معنى النجسة النجسة لها مفاهيم لها مفهوم لغوي فالنجسة هي كل ما يستقدره الإنسان كل مستقدر نجس ونضيف هنا قيدا فنقول كل مستقدر خبث طبعه وعكس النجسة الشيء الطاهر هذا من حيث اللغة أما من حيث الدين أما من حيث الدين يعني من حيث المعنى الشرعي فالنجسة هي قذارة مخصوصة تمنع من صحة الصلاة وما استلزمته الطهارة من عبادات والنجسة في الشرع هي كل ما خرج من السبيلين كما ذكر الفقهاء باستثناء المني لأنه أصل الإنسان ولأن الأدلة جاءت في أنه طاهر كما ستأتينا بحول الله عز وجل في أبوابها والخلاف في بعض المسائل كالدم المسفوح هل هو نجس أو لا فالبول أكرمني الله وإياكم يعد من النجسة فبول الإنسان كله نجس إلا بول الصبي الذي لم يطعم أي لم يأكل لم يفطن بعده ومن النجسات الميتة يعني النجسات الفقهية الميتة وهي ما زالت حياتها بدون ذبح شرعي ويستثنى منه السمك والجراد لحديث رسول الله في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته ولقوله سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر ولا شك أن عادة الإنسان إذا استطاد أن يخرج صيده من البحر ميتا ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجراد أحل لكم ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال والدم المسفوح على أكثر أقوال أهل العلم أيضا هو نجس لقوله سبحانه وتعالى قل لا أجد ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس وكذلك الكلب على الراجح فإنه نجس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا إحدهن بالتراب قال طهور والطهور عكسه أن نجس وعندما قلنا الخارج من السبيلين سيأتينا في باب المستقل أن المقصود بذلك أيضا المذي وهو ما يجده الإنسان عند التفكر والمدعبة من سائل شفاف اللزج وكذلك الودي وهو ماء ثخن يخرج قبل أو إثر البول وكذلك الهدي وهو ماء المرأة وكذلك الحيض وكذلك النفاس فهذه كلها من أشهر النجاسات وستأتينا تفاصيل أخرى ونحن هنا في مقام الاختصار سنفصل بحول الله عز وجل الذي يهمنا هنا هو الماء الطهور إذا خالطته النجاسة طبعا الكلام هنا طويل وعريض الفروع الفقهية لا تكاد تنتهي في هذه الجزئية ونحن نذكر الراجح فنقول إن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته بنجس قليلا كان أو كثيرا فهو نجس ونقل في هذا الإجماع حكاه عبد الملك بن الماجيشون كما هو في الذخيرة للقرافي ونقله أيضا الشافعي رحمه الله في الأم وابن المنذر وابن تيمية رحمه الله كلهم نقل الإجماع على أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة فإنه يكون نجسا إذا تغيرت بالنجس يكون نجسا أيضا من المسائل الماء الكثير إذا لاق نجسه إذا كان الماء يعني كثيرا مستبحرا يسمى الماء المستبحر كما البركة العظيمة ونحو ذلك إذا خالطته نجاسة ولم تغير رائحته ولم تغير لونه أو طعمه فإنه لا ينجس وهذا أيضا بالإجماع وكذلك الماء الجاري الماء الجاري هذا فيه الدليل على أنه لا ينجس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه هذا منطوق الحديث مفهومه أن الماء إذا كان جاريا جاز البول فيه فيأخذه ويجري به الماء فيبقى الطاهر ويغتسل فيه الإنسان في ذلك الطاهر وعادة الماء الجاري أنه لا يتغير لونه ولا يتغير طعمه أو ريحه وكذلك مما يستأنس به على طهارة الماء الجاري البراءة الأصلية فالأصل في الماء أنه طهور إلا إذا تغير وعقلا عقلا الماء الجاري النجاسة فيه منفصلة دائما وهي منفصلة عما أمامها وعما خلفها هذه عادة وكذلك قوة الجريان تذهب بالنجاسة من المسائل أيضا الماء القليل إذا لاقى نجاسة ولكن لم يتغير عندنا مثلا دلو من الماء وهذا يسمى ماء قليل فهذا الماء إذا سقطت فيه نجاسة ولكن لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو باق على أصله وهذا مذهب المالكية والظاهرية وقال به كثير من العلماء المتأخرين المحققين كابن عثيمين وابن باز وهذا فيه أدلته أولا الأصالة لقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا فهو لم يتغير إذا بقي ماء طهورا وكذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بئر بضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء من المسائل أيضا الماء إذا جاور ناجسا فتعدت رائحته إليه فهنا هل يصير نجسا ولا يجوز استعماله في العبادة أم يبقى على أصله الصواب في المسألة أنه يبقى على أصله لأنه لم تكن هناك ملامسة لهذه النجاسة بالماء وهذا قول الجمهور على خلاف الحنفية بل نقل غير واحد كالنووي الاتفاق على ذلك فالماء المجاور للنجاسة غير المخالط لها إذا تعدت ريح النجاسة إلى الماء جاز استعماله في التطهور للعبادة لأن هنا العين النجسة لم تنتقل إليه ونحن كلامنا وكلام فقهاء في هذه القضية في حق الماء الذي مسته النجاسة وتغير المسألة الأخرى التي تتناول وهي الماء النجس إذا طهر من النجاسة ينظر في هذه الحالة إذا كانت هذه النجاسة متصلبة متى أزيلت ذهبت بالكلية ولم يبقى في الماء تغير فهنا يجوز استعماله للطهارة وسواء كانت هذه الوسيلة تقليدية أو كانت حديثة فمن الناس من كان يستعمل في تطهير الماء قديما القطيران أو يستعمل شيئا من المطهرات فيصير الماء طاهرا أو كانت الطريقة حديثا كالإعادات التي تستعمل الآن تجد مصانعة في تحويل الماء الذي هو ماء المجاري أكرم عن الله وإياكم وفصل مواده وفصل عناصره وتخليص الماء الطاهر منه وهذا هو مذهب الإمام مالك في الجملة وهو مذهب المحققين أما إذا كانت النجاسة مائعة وعسر تخليصها من الماء وعسر تخليص الماء منها وتغير أحد أوصافه الثلاثة فلا يصح هنا استعمال هذا الماء للطهارة التعبدية هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد شكرا